الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانه وتعالى ربط الله أكبر ربط الله أكبر ن Gröى موسيقى اشتركوا في القناة اللهم اكبر 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 اشتركوا في القناة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اجلاد التضحية في أظهر وأكبر معانيها التضحية التي صار إبراهيم من أجلها خليل الله ضحى بنفسه ونفيسه ضحى بنفسه إذ قبل أن يرقى في النار ولا ينصاع بمراد المشركين بالله قالوا حرقوه ونصروا آلهتكم إن كنتوا فاعلين قلنا يا نار كوني بردًا وسلامًا وسلامًا على إبراهيم إذ ضحى كذلك بنفسه بفلدة كبده بإبنه الغالي إسماعيل عليه السلام فلما بلد معه الزحية قال يا غني إني أرى في منام أني أذبه فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتالله للجدين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجز المحسنين لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يثني على إبراهيم في كل حيث ما ذكره في القرآن نجد أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليه بما لم يثني على غيره من التنزيل وإبراهيم الذي وفى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ومن يرغب أمل لت إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين قل صدق الله فاتبعوا للة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين وغير وغير من آيات التنزيل فإننا إخوة الإيمان نتعلم من إبراهيم التضحية من عجل المبادع العزمى التضحية أولا من عجل الدين إن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نضحي بكل ما عندنا من عجل دينه فقال عزم القائل إن الله اجرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهله من الله فاستمشروا ببيلكم الذي بايعتم به فذلك هو الفوز العظيم وأمرنا أن نضحي كذلك بكل ما نملكه من عجل الله سبحانه نضحي نضحي بمالنا نضحي بأنفسنا نضحي بأهلنا نضحي بأحبابنا قال عزم القائل إن كان آباؤكم وعبناؤكم وإحوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعموال من كرفتهها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترقونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد من سبيله وطرب وسلو حتى يأتي الله من أمره والله لا يهد القوم الفاسدين إباد الله إن الله أمركم بأمر مدأ فيه بنفسه وفعنا بالملايكة المصدحة من قرسه وفعنا بالمؤمنين من جنه وإنسه فقال عزم القائل العليم إن الله وملايكته يصدون على النبي يا أيها الذين آمنوا صدوا عليه وسلم تسليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك الله وأشهد أن سيدنا محمد نافيه ورسوله وصفيه في خلقه ونبيه أيها المؤمنون عباد الله إننا إذن ضحي من أجل الدين نتعلم من التضهية كذلك التضهية من أجل الوطن وذلك ما يتجلى من أول وثيقة وقاها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم التي اشتهرت باسم وثيقة المدينة وفيها يتجلى التضحية من أجل البلد التجهية من أجل الوطن الوطن الذي كان الحق سبحانه وتعالى يكرله من أظمة مكانته وجليل خطره إن الله سبحانه وتعالى يريده الله سبحانه وتعالى دائما قرين القتل في سبيل الله قرين القتل فتجد أن الإخراج من الوطن يوازي في التنزيل القتل فقال عزم القائل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في العرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يوفوا من الأرض وقرن الحق سبحانه وتعالى القتل في الإخراج من الأرض يدلنا سبحانه على أظيم مكانة القتل على أظيم مكانة الأرض إلا الله سبحانه وقال عزم القائل في شأن أظمتي مكانة الأرض إلا الله سبحانه قال عزم القائل ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو تقطع من دياركم ما فعلوه إلا غليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به لكان خير الله مع شد تضبيطا وإذا لآتيناهم بذلنا أجراً أظيما ولهليناهم صراطاً مستقيمة فقرن الحق سبحانه وتعالى هنا أيضاً القتل في الإخراج من الأرض إخوة الإيمان أخيراً مما نتعلمه من التضحية من المعاني الصامية التي نؤمر بالتضحية من أجلها التضحية من أجل الأهل التضحية من أجل الحفاظ على النفس التضحية من أجل الحفاظ على الأمر واستجبابه فلذلك نجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمورنا إذ يعتدي علينا معتد ليأخذ منا شيئاً من مالنا أن نقاوم هذا المعتد وإن الأمر بالمقاومة إلا إخوة الإيمان ليس أن الله سبحانه وتعالى أو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقدم المعنى على النفس ولكن إذا ترك البغاة على الأرض يستولون على أموال الناس ويسطون عليهم ويعتدون عليهم بعضه الطريقة سيسري الفساد في الأرض إلى حيث لا يمكن استدراكه لذلك نجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روا مسلم في صحيحه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرعيت إن أراد رجل أخدماني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترقه قال إن قتلني قال قاتله قال إن قتلني قال فأنتك الجنة قال إن قتلته قال فهو في النار وبذلك يسن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحفاظ على استتباب الأمن في البلاد وإن هذا ما ضيعنا إخوة الإيمان فانتهى بنا الوضع إلى ما انتهى إليه في لا سيما في شمال بلادنا حيث أن المعتدين البغاة الصائلي وجدوا في الاعتداء على الناس والصطو على أموالهم تجارة ضيزة ولا هول ولا قوة إلا بالله نجد الله سبحانه وتعالى أن يمكن الأمن ويعيد الأمن والأمان والاستقرار إلى بلادنا وإلى صائر بلاد المسلمين اللهم اتأل بلادنا أماناً صخاءً وخاءً وجميع بلدان المسلمين يا رب العالمين اللهم عائل الأمن والأمان والاستقرار إلى بلادنا نيجيريا وإلى جميع بلدان المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولاة أمورنا لمرضاتك لمحابك في الأقوال والأعمال والأحوال اللهم ارزقهم بطانة التي تعينهم على أداء أمانتك يا رب العالمين اللهم اتألنا هذين ممتدين غير طالين ولا مذلين سلماً لأوليائك وحرباً لأعدائك نحب في حفك من أحبك ونعادي بعلاوتك من خالفك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا أذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يسوء وصلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالأحبال بالأسوال شكرا